اهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم اميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامتكم سالون الاميرة في بداية حلقتي بقدم التهنئة بمناسبة 23 يوليو حفظ الله جيش مصر ورجاله وافقهم في مسيرتهم وامنهم وسلامهم يا رب وكمان بنتهز الفرصة وبقدم التهنئة للامة الاسلامية بقدوم عيد الاطحى المبارك اعادوا الله علينا بالخير واليوم والبركات فقرة مهمة واساسية ببرنامجنا صالون الاميرة وهو صالوننا السياسي ومواصفات النائب اللي قادر يكون نائب المستقبل ويستحق كمان يكون نائب المستقبل يشرفنا ويسعدنا يكون معانا النهاردة دكتور مهندس احمد عفيفي مرشح لمجلس الشيوخ دائرة القاهرة فردي مستقل رمز التلفزيون مساء الخير يا فندم مساء نور يا فندم شرفتنا ونورتنا الله يخليك اول حاجة انا بتشرف بالقاة حضرتك اهلا بيك في قناتك المحترمة تاني حاجة بانتهز الفرصة وبهني فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة صورة 23 يوليو لعيد الـ 68 ليها وبهني جيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر بهذه الصورة المدينة حبهم الله وسدد خطهم يا رب امين يا رب العالمي وايضا برضو بهني بصورة 30 يوليو اللي خلت مصر تتقدم ويحاجشين في عصر ازدهار دلوقتي بالنسبة انا دكتور احمد عفيفي دكتور في مركز بحوص الاسكان والبناء في معهد ادارة المشروعات وشغلي في المعهد ده وعبارة عن متابعة البرامج الزمنية المشاريع القومية زي مشاريع الاسكان الاجتماعي مشاريع العاصمة الادارية بيتابع البرامج الزمنية للمشاريع دي وباشوفها هل بتماشي في الوقت مصبوط ولا لا يعني الحاجات المفروض تتعامل في خلال الشهر ده اتعاملت ولا لا هل المشروع متقدم او متأخر برضو بشتغل في محاضر منتدف في كلية الهندسة الجمعة البريطانية بدرس ادارة مشروعات لطلبة قسم مدني كمان انا ليا قناة على اليوتيوب وصفحة على الفيسبوك بعمل محاضرات للمهندسين محاضرات اونلاين اه محاضرات اونلاين للمهندسين وطلبة كلية الهندسة في ادارة المشروعات والحمد لله عندي كمية مشاهدة فوق ال120 الف مشاهدة طبعا بعمل في شغلي في المركز برضو بعمل ابحاث علمية ونشر ابحاث في مؤتمرات علمية ومجلات علمية كانت اخر ابحاث ليا كانت في مؤتمر النانو في شرم الشيخ اللي هو بينظم مركز بحوث الاسكان والبناء مع الجامعة الروسية وكنت عامل بحث كمان قريب في كلية الهندسة جامعة اسكندرية بالنسبة للمؤاهلات بقى العلمية انا معايا بكوريس هندسة قسم مدني واعمل دبلوم الدراسات والية في ادارة المشروعات وميشستير في ادارة المشروعات ودكتوراه في ادارة المشروعات برضو واخد استشاري من قابة المهندسية المصرية في ادارة المشروعات طب بما اننا بنتكلم على تخصص حضرتك وحضرتك اتكلمت على المشروعات وتكلمت على ان حضرتك البناء والتعمير قبل ما اسأل حضرتك على اختصاصات الشيوخ وده كان ترتيب الاسئلة بس من السيفي بتاع حضرتك عايزة اسألك ايه رأيك في مجموعة المشاريع ومجموعة المعمار اللي في الفترة الاخيرة في عهد سيادة الرئيس طبعا في طفرة معمرية جامدة جدا سيادة الرئيس يعتبر هو قائد معركة البناء يد تبني ويد تحمل السلاح يد تبني وتحمل السلاح يعني الله يكون فوانه فيه بيبني في الداخل وبيقاوم في الخارج يعني الله قوي يعني على كده طبعا كمية مشاريع ضخمة جدا زي عمل سيادة الرئيس قناة السويس الجديدة عمل الكباري الموجودة في مدينة ناصر ومصر الجديدة والكبري طاحية مصر اللي هو يعتبر دخل المواصلات جينيس أعرض كبري على مستوى العالم عمل اسكان اجتماعي العاصمة الإدارية اللي هي بتحتوي على أكبر مسجد وأكبر كنيسة وفيها اسكان وفلات ومدينة رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى ليس كنت أسأل حضرتك البنية التحتية في مصر كانت بنية تحتية متهالكة لعدة سنوات الفترة الماضية وطبعا كان لازم من التجديد حضرتك شايف أن يعني معظم الشعب أو المواطنين بلك أنا هعمل إيه بالبناء هعمل إيه بالمشاريع دي أنا عايز حاجة وقتية فبما أن حضرتك أستاذ مهندس وأستاذ دكتور مهندس تقدر توضح ببساطة للمواطنين أهمية المعمار في دولته طبعا لازم يبقى فيه مثلا طرق عشان أعمل تنمية لازم يكون فيه طرق عشان أعمل مدن جديدة لازم أوصلها بطرق لازم يكون فيه شبكة صرف صحي ولازم يكون فيه كل الأسس عشان أعمل محطات كهرباء عشان أعمل إزاي مصانع عشان استثمار كمان أعتقد المستثمرين مش هيجوا يستثمروا بلد ما فيهاش كباري ولا فيها طرق تسمح للنقل يعني دي حاجة مهمة جدا طبعا الطرق والحاجات دي بتوفر وقت وقت في النقل فطبعا الحاجات دي كلها مهمة لمناخ الاستثمار يعني حضرتك معه وبتحيي سيادة الرئيس على المشروعات الجبارة اللي كانت في الفترة الأخيرة الرئيس طبعا يعني اعتبر باني مصر الحديثة باني مصر الحديثة حلوة طبعا من اللقب ده من حضرتك طب أسأل حضرتك بقى على انتخابات الشيوخ واختصاصات مجلس الشيوخ يعني أكيد طبعا حضرتك قبل ما بترشح نفسك لحاجة معينة لازم بتكون عارف ايه اللي مطلوب منك ان انت تؤديه اختصاصات مجلس الشيوخ نعرفها بمنتهى الثلاثة أولا بالنسبة لمجلس الشيوخ المادة الاولى من قانون مجلس الشيوخ اللي هي تشكيل مجلس الشيوخ نفسه عشان نعرف ايه هو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ بيتكون من 300 عدو في 100 بينتخبوا بنظام القايمة طبعا في الانتخابات اللي احنا فيها دلوقتي في قايمة واحدة هي القايمة الوطنية هي المتقدمة وهي مكونة من 11 حزب سياسي يمثل كل ألوان الطيف السياسي في مصر زي حزب مستعب الوطن الحزب الحرية المصري حزب الوفد الغد الشعب الجمهوري كل الأحزاب دي التجمع يعني معارضة الغد لبرالي كل ألوان الطيف السياسي موجودة في القايمة الوطنية وانا برضو بنتازل فرصة ان انا بقول كل الناخبين يعني يرشها هذه القايمة يعني لصالح لصالح مصر هي القايمة الوحيدة لمقدمة القايمة الوحيدة بس هي قايمة تعتبر خليط من كل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر طبعا أكيد ويعني متوافقين والحمد لله عشان يعني يبقى فيه تناغم في العمل في المجلس الشيوخ اللي يختصص التاني بقى يعني فيه برضو ميت عضو تاني بينتخبوا بالنظام الفردي النظام الفردي لما فرد مستقل زي أنا كده أو فردي طبع حزب ومعين طبعا أنا بنتازل فرصة برضو يعني بطلب من ناخبين علشان يبقى صوته صحيح لازم أن يختار القايمة الوطنية وعشر مرشحين فردي نتكلم على القاهرة على دائرة القاهرة لأن دائرة القاهرة الانتخابات فيها على عشر مقاومات وأنا مرشح عن كل القاهرة عشان فيه ناس بتسألني على أنت مرشح عن التجمع هو دا اللي اختلف في السنة في الانتخابات دي اللي مش دوائر للمحافظة ككل المحافظة ككل يعني احنا عندنا اتقسمت سبع وعشرين دائرة لسبع وعشرين محافظة يعني القاهرة مثلا فيها أربعين قسم مثلا قسم التجمع أول تجمع تاني تالت مدينة ناصر كل القاهرة أنا مرشح عليها يعني بطلب من ناخبين من ناخبين يعني أنهم يختاروا عشر مرشحين عشان يبقى صوته صحيح ما يخشش يختار واحد يعرفه مثلا ويطلع يبقى صوته باطل فويريت يختار عشر مرشحين وويريت أنا منهم عشان أكون سند لي وأقدمه يعني وبينفكر مشاهدينا ومعانا على الهوى صور سيادة الناب بالرمز إن شاء الله بإذن الله سيادة الناب السيرة الزاتية بالرمز التلفزيون علشان تفتكروا وانتو بتختاروا في الاقتراع إن شاء الله كامل حضرتك بالنسبة لاختصاصات مجلس الشورى المادة التمانية من قانون مجلس الشورى فيه خمس اقتصاصات أول حاجة بيأخذ رأي مجلس الشيوخ في اقتراح مادة أو أكثر من وعيد الدستور دراسة الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أي شيء يحيله رئيس الجمهورية للمجلس لدراسته الخاص بالسياسة الخارجية معاهدات الصلح أي قوانين يحلع إليه سيادة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب دي الخمس اقتصاصات معنى كده حضرتك يا فندم أن مجلس الشيوخ كل حاجة هتبقى مرضوضانه يعني أي قرار يطلع من النواب مرضوض لمجلس الشيوخ أول حاجة هو بيدرس القوانين قبل أصلا عرضها على مجلس النواب يوفي عليها الأول وبعد كده مجلس النواب لأنه مجلس النواب معظم النواب يبقى شغل خدمي إنما مجلس الشيوخ هو للناس الأكاديميين عشان كده أنا يعني أو الاستشاريين عشان كده أنا يعني كاستشاري في دورة المشارك ده السؤالي اللي إحنا هندخل في دلوقتي كنت لسه هسأل حضرتك إيه الفرق بما إنك أكاديمي وبما إنك عملت أكتر من دراسات يعني ما اكتفتش بس بس شهادة الباكالوريوس وبس إيه اللي بيخلي النائب مختلف في شخصه وفي ذاته لما بيكون عنده عدة درجات علمية ده بيكون فيه طبعا لما يكون فيه درجات علمية أي واحد بيادرس مزيجستير أو دكتوراه بيبقى عنده عشان ياخد الدرجة دي لازم يحل مشكلة معينة في المجال اللي هو متخصص فيه يعني في المجال الهندسة لازم تكون فيه مشكلة في المشاريع مثلا تأخير المشاريع مثلا إزاي أحل المشكلة دي إزاي أختار مقاول كويس يدير المشاريع لأن لو جبنا مقاول مش كويس هيأخر المشروع وتكلفته هتزيد تأكيد فإحنا بنشوف إيه المعايير إيه أسباب المقاول بيقى مش كويس مثلا إيه أسباب المشكلة فطبعا دي بيتفدني مثلا ما يكون نائب مثلا في مجلس الشيوخ إزاي أعرف المشاكل اللي بتحيط في المجتمع وإيه أسبابها وإزاي أعرف أحلها كطبيعة اللي أنا اكتسبتها من شغل عشر سنوات دراسة في مجلسية ودكتوراه إن أعرف إزاي أحل المشاكل إزاي إزاي أعرف إيه سبب المشكلة إزاي أحلها إزاي أعمل بحث للأسباب وأعمل حوار مع المتخصصين في إيجاد الحلول إزاي أحل كل المشكلة وأي مشكلة بتحصل حتى في بلدنا أكيد حصلت في بلاد تقدمها زينا زي اليابان وأمريكا والدول دي يعني بنعمل مقارنة أو كنزير بنعرف المشاكل دي كمان اتحلت إزاي هناك وإزاي إحنا نحلها هنا بس ممكن يكون الحل هنا بلدنا مختلف عن الحل عن الدول دي نتيجة اختلاف الثقافات والديانة واختلاف العادات الاجتماعية فطبعاً بتزبط حلول أي مشكلة على حسب الطبيعة المصرية هسأل حقاك سؤال مهم جداً ويعتبر طويل شوية اسمح لي فيه أي برنامج انتخابي بيبقى لي عدة محاور أو رؤى اللي مرشح نفسه وبيكون مقدمها هبدأ مع حضرتك عن رؤية حضرتك في التعليم وانتهز الفرصة دي وقدم تحياتي ودعمي لكل القائمين على العملية الانتخابية على العملية التعليمية في مصر وخصوصاً سيادة الوزير طارق شوية كان تحدي كبير جداً إقامة السنوية العامة في عز الكورونا وفي عز أزمة كورونا وفي عز الكلام لدرجة أنه خد على نفسه أنا مسؤول والحمد لله مرت امتحانات السنوية العامة بدون أي مشاكل وأولادنا وكلهم بخير وسلامنا تمنى يا رب النجاح للجميع ويا رب يجبر بخاطر الأمهات والأباء اللي تعبوا مع أولادهم رأي حضرتك رؤية حضرتك في برنامجك الانتخابي في الناحية التعليمية وخصوصاً إن سيادة الوزير بيعتمد على التكنولوجي شوية وتطور الحديث ومش عايز العملية التعليمية القديمة طبعاً والست الوزير كان ليه رؤية يعني شايف الأمور من بدري تنسابق تنسابق أه طبعاً يعني لو أتقد بها لحضرتك السنة اللي فاتت كانت طلبة كل طالب في أولا وتانية سنوي كان معها تابلت بيتعلم تعليم الإلكتروني طبعاً لولا التابلت ده السنة دي ما كانش ازاي كنا نمتحن طلبة أولا وتانية سنوي صح فدي طبعاً هو كان سابق يعني هو كان سابق يعني كان لما التابلت نزل السنة اللي فاتت وتهاجم كتير خلينا وضحين هو طبعاً كانت مشكلة في الامتحانات وعشان شبكة النت بس الحمد لله كل المشاكل دي اتحالة السنة دي ويعني الطلبة امتحن وكانش فيه أي مشاكل في الشبكة طبعاً قراره الجريء طبعاً ان امتحانات السنوية العامة وليأ أمور كتير يقولوا ولدنا هيتصابوا بالكورونا وكلام من ده والحمد لله اللي امتحنها تعدت والكورونا قلت سبحان الله وهو ده الموضوع سبحان الله لدرجة أنا يعني اتذكر تصريح لسيادة الوزير انه هو قال على دمانتي لا على دمانتي وسبحان الله الحمد لله في العمل ربنا بيكرم من الناس يعني لان الناس خير وطبعاً ما كانش ينفع طالب سنوية عامة ما يمتحانش يعني فيه بلاد يعني مجورة لنا كانوا بيعدوا الطلبة كله ناجح طب ازاي انا في سنوية عامة طالب ابني عايز يخش كل الطب مثلا او كلية عندها هيخش ازاي كانت حفاثة المشكلة في المجتمع هتعيب فيها ظلم طبعاً الامتحان ده اللي يقيم الطالب الكويس مش من الكويس ويدي كريتز معينة بحيث مين اللي يخش طب مين اللي يخش عندها طبعاً كلام ده وكانش فيها من غير امتحان تمام يعني حضرتك رؤيتك في برنامجك اللي انتخابي التعليمية متوافقة مع رؤية سيادة الأزياد طبعاً طب هتزود عليها حاجة حابب تزود عليها حاجة طبعاً بالنسبة لبرنامج الانتخابي في التعليم اول حاجة لازم نراعي دخل المعلم ودخل دكادرة الجامعة علشان يركزوا مثلاً في شغلهم ويطلعوا طلبة كويسين يعني مثلاً حابنشوف فرق الدخول ما بين المعلم في المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة أو في الجامعة الحكومية والجامعة الخاصة فرق مثلاً تلات أمثال في المرتب فطبعاً كل ما زود دخل المعلم في المدرسة الحكومية أو في الجامعة الحكومية ده هيبقى ليه أثر إيجابي في مستوى التعليم المصري دائم تانية حاجة عايزين ننشئ أنا عند دائريتي في محافظة القاهرة في بادر والتجمع والشروق ننشئ جامعات حكومية لأن مثلاً فيه طالب قعد في بادر على مسافة خمسين كيلو من جامعة عين شمس شوفي بضايا وقت قد إيه عشان يروح الجامعة وفيه وس قد إيه طب ليه ما نشئش جامعة في بادر في الشروق في التجمع خصوصاً فيه أراضي مخصصة في المدن دي للجامعات ده طرح مهم جداً إن أنا أقدر إن أنا أقدم طلب بإقامة أو إنشاء جامعة حكومية لأن فعلاً بجد المنطقة دي لأن إحنا بدأنا المأمر فيها أخيراً يعني يعني جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان طبعاً كانت مغطية وكل حاجة بس في المدن الجديدة اللي إحنا عملناها التجمع وبدر زي ما حضرتك بتقول والرحاب وغيره وغيره المسافة بعيدة فعلاً جداً على إن الطالب يقدر يروحه 50 كيلو ويرايا 50 كيلو مهم جداً ووعد إن حضرتك هتقدم ده إن شاء الله ورغمنا كرام وحضرتك بإذن الله أول حاجة بالنسبة برضو لعدد الطلبة يعني لما حصلت أزمة الكورونا جاء ناس بعد تفكر طب نخلي أطباء الأسنان نخلي الصياد لا يبقى ده كاترة طب ليه بقى من دلوقتي يعني ما نزودش طلبة كليات الطب علشان لقدر الله الأزمة دي جاء رجاء التاني أو أي أزمة ممكن تحصل خصوصاً إن ده كاترة المصريين هم اللي بيديروا منظومة الطب في العالم العربي كله في السعودية في الإمارات في كل الدول أمهر ده كاترة هم ده كاترة المصريين ليه ما زودش الطلبة في كلية الطب دي من حاجات برضو اللي أنا عايز يعني برضو بالنسبة للنحية التعليم الفني عمل تدريب للطلبة في المصانج الخاصة والحاجات دي بحيث إنهما يبقوا لما يتخرجوا من التعليم الفني إنهما يتشغلوا في المصانع يبقوا يدعم لماهرة طبعاً أنا بحيي جداً التعليم الفني وشايف أن الصناعة والإنتاج هو أساس كل الدول فأنا بدعمه ونفسي بجد نفسي كل الأمهات وكل الأباء مش لازم أضغط على ابني وأقوله لا ادخل صنوية عامة لازم تجيب مجموع عالي لا شوف هو بيحب إيه وبيبدأ في إيه ووجهه وجهه للمدرسة أو وجهه للمعهد أو وجهه للمكان اللي هيقدر يخدم فيه نفسه ويخدم فيه وطنه في معظم البلاد اللي بره مثلاً في أمريكا المعظم الناس تعلم تعليم فني يعني نادر يعني معظم الناس مش معاها بكل روز سجارة والكيميات اللي عندنا إنهما دولهم الإيد اللي بتنتج يعني ودي الانتاج في الصناعة والزراعة والحاجات دي هو ده الانتاج المهم للبلد عشان بلد تتقدر طبعاً لقيني ما فيش دولة ما بتعلقش وبيجي لها دخل وبيتكون مستواها أعلى غير بالإنتاج والصناعة طبعاً نكمل مع برنامج حضرتك الانتخابي ونتكلم عن تحدي كبير جداً جداً وهو الصحة مش هقدر أتكلم عن مبادرات الرئيس ولا هقدر أتكلم عن كل اللي بيقوم بيه وزارة الصحة وطبعاً مع كل دعمنا وكل تحياتنا لكل الطواقم الطبية في عز جائحة كورونا بس أنا عايزة أتكلم حضرتك على حاجة مهمة قوي وهو مشروع التأمين الصحي الشامل رأي حضرتك في إيه؟ طبعاً مشروع مهم جداً لأن أنا اشتغلت برى مصر أكثر من عشر سنين في الخليج طبعاً كان هناك فيه كنت بدفع مثلاً سنوياً ميت ريال يعني حوالي 450 جنيه مصري وكنت بروح المستشفى مضيفة جداً بتعالج وباخد دواء مثلاً في حدود مثلاً عشر يالي حوالي خمسين جنيه مصري مثلاً من المستشفى طب ليه ما يبقاش برضو هنا نفس النظام ده والدولة العربية كده يعني كل الدولة العربية كده هناك الإقامة ما بتطلعش غير لو أنت مع شركة تأمين آه فطبعاً نعمل نظام زي كده هنا بحيث أن هو التأمين أصلاً بيتكافولي أن في واحد يعني بيايا وفي عشر الحمد لله سولين فده بيشيل مصر شابة وجميلة وصحتها حلوة وارده آه طبعاً فالتأمين حلو مثلاً واحد هيدفع وناس هتدفع وفي واحد بيستفيد واحد ما بيستفيدش وربنا يدي الصحة للجميع إن شاء الله يا رب أبيد يا رب العالمين طيب يعني حضرتك دلوقتي مع مشروع التأمين طبعاً تطوير المستشفيات وتبقى جاهزة لأي كوارث زي مثلاً كحاء الكورونا ونمدها بالطائم الطب المتخصص ممكن برضو نزود دخل الطبيب علشان يتفرغ للمستشفى الحكومي بدل ما يركز في عيادته الخاصة لو هو دخله كويس هيركز المستشفى الحكومي طب إيه رأي يا حضرتك في أداء الأطباء وأداء وزارة الصحة خلال طبعاً أنا بأجي الشكر الدكتورة هالة زيد يعني نموذج مشرف للمرأة المصرية وكانت قائدة في الوزارة الصحة في زل هذه الجائحة وسفرت يعني كانت مكوك للصين لإيطاليا للدول دي والحمد لله يعني جائحة كورونا الحمد لله هدت يعني كويس قلت شوية الحمد لله بنتيجة أن برضو شركات الأدوية المصرية احنا هنا بنصنع دلوقتي الأدوية اللي بتصنع في أمريكا في نفس الوقت والأدوية اللي بتصنع في روسيا اللي هو الدول اللي بيعالج الحالات الحارجة والحالات المتوسطة فطبعا منظومة الصحة في مصر منظومة جميلة جدا بتقودها الوزيرة بس محتاجين تطويرها أكتر يعني محتاجين تطويرها طبعا طبعا مع الوقت وسيدة الرئيس هو مركز في الصحة والتعليم والبنى وفي كل حاجة كل حاجة إن شاء الله هتبقى كويسة إن شاء الله قبل ما أختم مع حضرتك أنا لازم أسألك سؤال مهم جدا إيه اللي هيخلي الناخب ينتخب دكتور أحمد عفيفي بمعنى إيه اللي عند دكتور أحمد عفيفي بيوعد به الناخبين وبيوعد به أهل دائرة القاهرة إن هو هيعمله عشان يرتفع بمستواهم علشان في نفس الوقت يستاهل إن هو يحظى بتصوته طبعاً هشوف المشاكل الموجودة في الدائرة كلها بدرسها دلوقتي زي ما قلت حالك موضوع للجامعات بحل تهزيل المشاكل بينهاج علم زي ما قلت لحضرتك طبعاً مش هدي وعود كتيرة لكن يعني فيه مشاريع قوانين مثلاً زي مثلاً النجار الحداد السباك الناس دي لما بتجبر وتصل لسنة 60 سنة بتبقى كل شغلها معتمد على صحتها وعفيتها فنعمل مشروع قانونين لهم بيحس إنهم يبقى ليهم معاش مثلاً في حدود ألف جنيه مثلاً بالنسبة للناس اللي هم في القرى والأرياف بيحتاجوا إنهم يعملوا مثلاً مدارس ومصانع مثلاً في الأماكن الزراعية تيجي وزارة الزراع بتطعقهم مثلاً نعمل مشروع بحيس أي مشروع مفيد في القرى والأرياف ياخد رخصة ويشتغل مثلاً تبقى سهل الرخص بالنسبة برضو الناس اللي بانت في الأراضي الزراعية ودلوقتي بنقول نعمل لهم إزالة طبعاً لو إحنا إزالنا ببنى موجود في أرض الزراعية الأرض شربت خرصانة ومونة وحاجات صعب إن هي حتى تزرع تاني يعني أنت مع قناة التصالح يعني ياريت كل مثلاً واحد بنى مثلاً على إراضي أرض الزراعية يدفع للدولة مثلاً تمن خمس أراضي استصلاح خمس أراضي في الصحراء يبقى إحنا كده استفدنا لو هين هكسرناه البيت بتاعه هو مش هيتزرع الأراضي تاني ودفعناه خمس مثلاً خمس أراضي في الصحراء يستصلح وطبعاً إنه هو إنستاذ الرئيس وقضاءه على الفساد اللي في المحليات والحاجات دي كلها ما حدش هيدي رخصة لحد ولا حد هيسيب حد يبني طوبة على أملاك الدولة لأن دلوقتي إحنا في دولة وفي دولة ودولة قانون ودولة قوية بندعو بندعم إن إحنا نبقى وراء القانون دائماً شرفتنا ونورتنا يا فندم وبجد نتمنى إن نلقائنا يطول مع حضرتك أكتر من كده وبالتوفيق والنجاح يا رب اتشرفنا بحضرتك وبقى فكر للناخبين رمز التلفزيون وأكون سند إن شاء الله ليكوا لو نلت ثقاتكو ورشحتوني وأكون خادم لأهل دائريتي ربنا يوفقك يا فندم في نهاية حلقة فقرتنا بشكرك جداً أستاذ دكتور أحمد عفيفي مرشح مجل الشيوخ عند دائرة القاهرة فردي مستقل رمز التلفزيون أشكرك جداً رعافية يا فندم هنطلع فاصل دلوقتي بس مش هيبقى فاصل عادي هيبقى عبارة عن تقرير مصور لأكتر فئة تضررت أكتر فئة تعبت أكتر فئة نقدر نقول إن الحد دلوقتي بتعاني بتعاني من أزمة قرون الفيديو أو التقرير ده جاي لي استغاثة من من يقال عنهم إنه هم العاملين في القطاع الترفيهي نشوف التقرير ونرجع لكم تاني مع ضف فقرتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر